ازايكو عاملين ايه؟ يا رب اكونوا بخير طاقوا عبر برج الجدي التالت اسبوع من شهر اكتوبر 2023 هبدأ بالجانب المهني شعور بالراحة من بداية الاسبوع دي بداية حلوة هي غير كمان ان هيكون في فرص امام موليب برج الجدي لتحقيق اهدافهم او القرب منها ده اللي مكتوب بالزبط يعني الاسبوع ده ايجابي جدا المفروض ان موليب برج الجدي هيكونوا حاسين يعني عندهم شعور بالراحة في الشغل ولو اني انا عارف اني الشعور بالراحة داخل الشغل ده ما بيبقاش موجود بيبقى حالة ندرة الكلام طبعا ليكو ليكي ده غير كمان اني هيكون في فرصة ان هم لو استغلوها يقربوا من اهدافهم خلي بالكو بس عايز اقولوكم نصيحة بسرعة الفرص اللي بتيجي في الشغل اللي نتعلم منها او تقربنا من اهدافها ما بتبقاش كتيرة ولازم نستغلها بشكل صح عشان تعرف فعلا تنقلنا او تقربنا خطوات من اهدافنا كده ليه بقول كده عشان فيه ناس بتعدي الفرصة منها وما بياخدوش بالهم ان الفرصة دي كان ممكن يستغلوها بشكل صحيح وبعدها بيندموا ربنا يا رب يوفقكو يديكو الحكمة ويقويكم ادخل عالجانب العاطفي هبدأ بالعزاب فرص الارتباط هكون ضعيفة جدا عند عزاب برج الجدي وده بسبب خيبة الامل في بعض الاشخاص اللي فهمتوا من اللي قريته اني كان فيه اشخاص شدة عزاب برج الجدي والاشخاص دي ما طلعتش يعني تمام او يعني خيبة ضمن عزاب برج الجدي وده خلى يعني نفسهم تتقفل شوية من حطة الارتباط انا عايز برضه اقول حاجة بسرعة كده حلو ان الشخص يبان من البداية مش بعد ما نتعلق والبقى هو حد خلاص بقى موجود في حياتنا رسمي فنحس بفرق لما هو ما يبقاش موجود فهمتني؟ فحلو انها كل حاجة لما تبان من البداية كده اللي هو انا ما دخلتش كملت في الطريق من اوله احسن احسن ما خش الطريق وبعد كده ارجع تاني واتعب بعد كده انا راجع لوحدي فيعني ما تزعلوش على حد تكشف في اول العلاقة بالعكس دي نعمة من عند ربنا ربنا عايز يكشف لكم الشخصية بدري بدري يعني ربنا يبعت لكل شابه وشابة شخصية المناسبة ندخل على المتزوجين والمرتبطين بعض التحديات خلال الاسبوع هتكون قدام الطرفين يعني فيه تحديات هيقبلوها الطرفين مع بعض والتحديات دي محتاجة الكثير من الحكمة والصب ياريت نعرف ان الحياة فعلا مليئة بالتحديات بعيد عن كلام الابراجي يعني واحنا لازم نواجه حاجات كتير اللي هيقوي التاني هو اللي هيقدروا فعلا يصمدوا قدام التحديات لما كل واحدك غير لما يكونوا اتنين يعني انت لما يكون شخص بتواجه التحدي لوحدك وانت لوحدك مفيش حد بيحفزك مفيش حد بيقويك مفيش حد بيصبرك بيقولك كلمة تحفيزية كويسة غير لما يكون فيه اتنين فالمفروض ان انتوا اللي اتنين تقدروا تساعدوا بعض وتهونوا على بعض الحياة بصعوباتها بتحدياتها فده دوركم المفروض في حياة بعض انا بقول برضو الموضوع ده علشان فيه ناس بتفتكر هي ممكن تكون سبب ده فعليه قوي ان انت تتعدي التحدي ده وانت برضو لازم تكوني support يعني كوني داعمة بشكل كبير وانت برضو هي برضو عندها تحديات سواء في بيت او برا البيت او لو بتشتغل صدقوني يا جماعة تيه حاجات كتير لو هونناها على بعض وبشوف على فكرة بشوف امثال كده بشوف واحد وزوجته بيبسطوا الحياة على بعض بيهونوها على بعض ما بيختلفوش لا بيختلفو بس وقت الجد او وقت ما بيكون فيه حاجة قدامهم صعبة بتلاقيهموا واقفين في ظهر بعض بجد وبكوة وبيعدوا ده ويرجعوا بعد ما عدوا الموضوع يرجع تاني يحصل بينهم خلاف هي الحياة كده هي المواقف دي اللي بتثبت قوة العلاقة وبتزود كمان الحب الحب موجود حتى لو فيه خلافات لكن المواقف دي هي اللي بتبين الحب وبتكبره رياريت يعني تقفوا جنب بعض دايما في التحديات اللي مالية الحياة اللي بنواجهها ربنا اهدي سروا كل بيت ويكمل مرتبطين على خير خش بقى على الجانب العاطفي آآ سوري خش على الجانب العائلي آسف تجمعات عائلية ومش مكتوب نسبة ولكن هيكون فيه خلافات بسيطة بين أفراد من عائلات موليد برج الجدي يعني هيكون فيه خلافات ولكن بسيطة عايز اقول للعيلة تجمعكو وقوتكو في لمتكو يعني حتى اللمه بتفتح يعني بجيب أبسر حاجة بتفتح النفس على الأكل لمت العيلة على الأكل بتفتح النفس لمت العيلة في المشاكل برضو بيبسند وبيهونه على بعض فياريت تفتكروا دي في الأمراض لقدر ربناش في كل مريض بالمناسبة ويبعد عن أي حد الأمراض آآ برضو بيهونه على بعض في وقفة المستشفيات والحاجات دي فياريت نخلي بالنا أن الحاجات دي أهم من أي خلافات تجمعكم وعزوتكو أهم من أي خلاف أي حاجة مقدور عليها المهم أن تكونوا روباط مع بعض ربنا نجمع كل عيلة دايما خش بقى على الجانب المالي مصاريف تزيد على كثير من مواليب برج الجدي وده هيكون من بداية الأسبوع ويكون فيه دعم من الأهل لبعض مواليب برج الجدي هيكون سبب في الاستقرار المادي ربنا يا ربي يوسع من رزق الجميع ياريت دايما نراجع مصاريفنا ومش عيب أن احنا نكتب المصاريف اللي بنصرفها ونشوف الحاجة اللي صرفنا منها كان ممكن نأجلها ونعلم عليها أو كان ممكن نتغاضي عنها خش بقى على صحاب المشاريع أرباح ضعيفة اللي أسبوع ده بسبب حالة من الركود ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيدنهم أرباحهم آخر حاجة الجانب التعليمي أوقات كتير إيجابية اللي أسبوع ده بسبب نتائج مفرحة تدل على التفاؤل للعام الدراسي الجديد يعني فيه نتائج هتحصل مفرحة للطلاب المفروض يعني من خلال الدراسة بتاعتهم اللي هو هيتقدموا هيبتدوا يحس ان هم بتدوا يفهموا المواد اللي هم فيها هيبتدوا يتجاوبوا حتى لو على اسئلة بسيطة كاب داية المهم اني فيه مؤشر هيبان للشباب والبنات اني البداية خير والنتائج دي هتكون مفرحة للطلاب أتمنى للشباب والبنات ده سدقوني ده مش صعب انه يحصل لو ركستوا واهتميتوا من الأول مش صعب خالص انه يحصل وإن شاء الله إن شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع أبورج الجدي الثالث اسبوع من شهر اكتوبر 2023 عجبكم الكلام دا لا تنسونيش في اللايك لو مشتركة أو مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعمل متشكرا وليكو سلام